خلينا نروح لتحذير من هيئة الدواء عن بعض الأدوية الخاصة بالسكر اللي فيه ناس بتستخدمها علشان تخس وتفقد الوزن بتحذر هيئة الدواء من كل أنواع الأدوية دي واستخدام أدوية السكر في تقليل وإنقاص الوزن هيئة الدواء بتقول إن الموضوع ده بينتج عنه أصار جانبية كتير جدا إن الناس تاخد أدوية لمرض السكر علشان تعالج السمنة وتفقد الوزن ده بيكون لي أضرار جانبية وكمان بنلاقي الناس بتاخد جرعات كبيرة فكل ده طبعا بيأثر على جسم الإنسان وبالتالي حذرت الهيئة تماما من الأدوية دي وحذرت من حاجة مهمة وطول الوقت بنتكلم عليها شرى الأدوية من مواقع التواصل الاجتماعي من مصادر غير معروفة من أماكن بسهولة جدا تبعلك منتج علبته شبيهة للدواء الحقيقي لكن هو وتركيباته طبعا مش حقيقية وطبعا بيكون تأثيرها سيء على جسم الإنسان وصحة الإنسان فبتحذر هيئة الدواء ما ينفعش تماما نشتري أدوية ولا بقى من فيسبوك ولا واتساب ولا أي حد الأشياء دي ليس عليها رقابة وشكلها يمكن بيبان لحضرتك والحضرتك شبه جدا على علبة الدواء بتاعتك لكن هي ما بتكونش حقيقية فبالتالي ياريت ناخد حذرنا من النقاط دي سواء شراء الأدوية من مواقع التواصل أو كمان استخدام أدوية السكر في الرجيم أو في إنقاص الوزن